السلام عليكم ورحمة الله شيع سكان مدينة المكناس المغربية ضحايا انهيار صامعة أحد المساجد إلى مثواهم الأخير في أجواء من الحداد والذهول في المدينة القديمة التي تعود أغلب مبانيها تاريخية إلى قرون خلت وفيما أصدر الملك المغربي محمد الثالث تعليمات بتكفل بمراسم دفن القتل الذين يزيدون عن الأربعين وعلاج الجرحى وإعادة ترميم منارة المسجد بشكلها القديم حذر السكان من تكرار الحادث بالنظر إلى أن العديد من المباني في المدينة آئل للسقوط بسبب القدم وعدم الصيانة مراسل الجزيرة محمد فاضل رصد لحظات الحداد في مدينة المكناس وأعد التقرير التالي تحت وقع الصدمة تجمهر أمام المستشفى بحثا عن ذويهم لعلهم في قائمة القتلى أو المفقودين حيث لم يجدوا لهم أثرا في قائمة الجرحى أما في الداخل فجرحى غصت بهم أجنيحة المستشفى جرحى يحاولون بمرارة أن يتذكروا شيئا مما حدث أغلب الجرحى تلقوا العلاج في هذا المستشفى أما بعض الحالات القليلة فتم نقلها إلى مستشفى بمدينة فاس المجاورة اسمت في ذلك المرحلة فاشتبنا للمسجد ما كانش الاسمت المسلح ما كانش اللي كانت يخليها لأن إمكاني أن بعض الناس يبقوا تحت الأنقاض ولكن يحاوضوا على إمكاني ذي التنفس واللي ممكن تتمشي لهم بعض الأطراف ذلك وشيء من هذا القبيل وحدة الحماية المدنية معززة بوحدات من الجيش واصلت الليلة بالنهار فالحديث عن المفقودين يعني مزيدا من المصلين ما زالوا مطمورين تحت الركام وهو ما يشجعهم على مواصلة رفع انقاض انقشع ضوء الصباح ليكشف حجم الفاجعة مواطنون لم يتجاوزوا هولى الصدمة وبدأوا عدد ضحايا وهم يستقبلون أحبتهم جثثا هامدة في كل زقاق وكل بيت من أركان المدينة القديمة حزن ونواح وحداد حين بدأ لهالي يشيعون قتلاهم إذ كان هذا الحي المتضرر الأكبر بحكم قربه من المسجد المسجد الذي يمتد عمره على أربعة قرون تحول إلى خراب لتتوقف عقارب الحياة في أحد أقدم بيوت الله بالمدينة وتبقى الأحذية والمسابح حية لتحكي عما قدموه قبل الرحيل يبقى هذا الركام شاهدا على أحد أسوأ الحوادث العمرانية في المدينة أصيب العشرات منهم من قضى نحبه ومنهم من جرح محمد فاضي الجزيرة مكناس وسط المغرب وينضم إلينا من الربعة عبدالسلام لبار عضو البرلماء المغربي عن حزب الاستقلال الحاكم وعضو المجلس الجماعي لمدينة مكناس أستاذ لبار طبعا التحقيق ما زال جاري لتحديد المسؤوليات ولكن حينما نسمع بأن المواطنين مرارا توجهوا إلى السلطات المحلية وأبلغوا عن احتمال أن تنهار الصومعة وفي صبيحة اليوم الذي وقعت فيه الصومعة كان المواطنون يبلغون السلطة المحلية بأن الصومعة مائلة من يتحمل المسؤولية إذن؟ شكرا يا أخي في الحقيقة أن منذ القدم ونحن نرى ونسمع أن صومعة مسجد خناتة بنت بكار مائل نسبيا وتعتبر هذه الصومعة أو هذه المنارة ثالث أطول صومعة في مدينة مكناس بعد صومعة المسجد الأعظم وصومعة باب بردعين عفوا للا عودة هذه الصومعة عمرت طويلا وكانت مائلة أصلا وإننا الآن سوف لن ندخل في تفاصيل لنقول قولة مشهورة نرددها نحن في المغرب طاحت الصمعة على القول حجام فالمسؤولية ترجع بالأساس إلى وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية هي المعنية بترميم المساجد والمنارات ولكن سوف لن نصبق الحدث فالتحقيق لا زال جاريا وسوف لن نسمح بأن تذهب أرواح الشهداء أرواح المؤمنين هبرا بل إذا ثبتت تحقيق بأن هناك مقصر فالقانون سيأخذ مجراء لكن المسؤولية المشكلة المسؤولية هنا مسؤولية شائكة معقدة الولاية تتحمل المسؤولية بحكم أن الوالي يشرف على جميع القطاعات وزارة الأوقاف تتحمل المسؤولية بحكم أنها تشرف على المساجد ولديها ميزانية مخصصة لترميم والعناية وصيانة هذه المساجد المجلس البلدي أيضا المسؤول بحكم أنه هو الذي يحدد المباني الآية للسقوط ويبلغ السلطات المحلية التي يفترض أن تتخذ الإجراءات اللازمة من المسؤول وسط كل هذه الجهات أظن أنني وضحت جيدا المسؤولية ملقاة على الجميع المجلس البلدي الآن ونحن في خضم الدخول في تأهيل مدينة مكناس والدور الآية للسقوط هناك أكثر من أربعة مئة منزل مهدد بالسقوط وعلى المجلس البلدي أن يقوم بواجبه في ترميمها وتأهيلها لكن هناك الأولوية بأكثر من حوالي مئتين دار مئتين دار الآن تم إخبار ساكنتها بالخروج منها غير أنهم أبوا لأن لا ملجأ لهم لكن السيد الأحصاء الرسمي للدولة يقول بأن هناك 700 دار في مدينة مكناس العتيقة أهلا للسقوط وليس مئتين دار لا ألم أقول مئة بل مئتين مئتين هناك 420 دار بحسب الإحصاء الذي نتوفر عليه في بلدية مكناس هناك 420 ومنها 200 200 دار مهددة وطلب المجلس عن طريق السلطة بإخلائها حتى لا نقع فيما وقعنا في هذا المسجد شكرا لك سيد عبد السلام اللبار عضو المرامل المغربي عن حزب السيقر الحاكم وعضو المجلس الجماعي لمدينة مكناس كنت معنا ضيفا من الربع شكرا لك